السلام عليكم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حلوة موليد السودانية حلوة فولية هنعمل إن شاء الله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة ومغادير إن شاء الله مزبوطة بسم الله نبدو الطريقة ونشرح المكونات كلها أنا طبعا مستخدمة ميزان بالجرامات يعني وازن المغادير كلها بس إذا ما متوفر عندكم الميزان فأنا حديوكم مغادير قريبة جدا عندي 100 جرام من الدقيق أو ما يعادل حوالي 10 ملاعق كبيرة من الدقيق ممكن تستخدم طبعا ملاعقة الطعام الكبيرة دي بالشكل ده هنوزن بها كل المغادير طبعا ما متوفر ميزان للجرامات عندي 250 جرام من السكر أو هنا أنا مستخدمة كمان وزنته برضو بالفونجال ده فليجيتنا ثلاثة فناجيل بتاعة قهوة بدون نفسي الكمية يعني نفسي 150 جرام وعندي كمان 50 جرام من الموية أو ما يعادل 8 ملاعق طعام كبيرة عندي كمان 30 جرام من لبن البودرة و 30 جرام من الزبدة نفس المجياس يعني أو ما يعادل 3 ملاعق من لبن البودرة و 3 ملاعق من الزبدة طبعا إذا توفرها السمنة للنباتي الحيواني بيكون أفضل 1 جرام من بيكربانات السودا 1 جرام من المليح طبعا ممكن تاخدوا طرفي ديكم كده بطرف أصابعكم اللي اثنين بعمل ما يكون 1 جرام أو رشة كده طبعا لو الطعام على الحساب ما يتوا تفضلوا يعني اللونة انتو الدرجة تاللونة انتو عايزين الناف آخر حاجة عندي فنجال من الفول السوداني المحمص بسم الله أول حاجة هاجيب حلة وحضع عليها السكر وحضع عليها الموية كلها كده هعمل خطوات دي على البارد يعني ما هاخدتها في النار لسه بعد كده طبعا هحرك شوي عشان طبعا الموية بسيطة الخطوة البعدة هكون مجهزة سمنة حيواني عشان حاتهم بها الصينين أنا هاضع عليها الحلاوة طبعا إذا ما متفر السمنة ممكن زيد عادي يمكن يفضل السمنة عشان متدي نكة جميلة للحلاوة أو الماتة الأن حافرش عليها الحلاوة أو ممكن عادي لو مستخدمها بلاس كراب برضو حادثنوا بالسمنة عشان يديها طبعا زي ما أقول لكم نكة جميلة للحلاوة بعد ما دهان تستني بتحديه تمام أول الماتة الأن حاستخدمها حاجة هنا لشيرة بتحديه حرفعها علي النار طبعا النار لازم تكون متوسط شديد طبعا هي ما بتاخد معاي زمن كلها حوالي من خمسة دقايق لسبعة دقايق ما أكتر بعد كده حاخد طبعا الشيرة علي النار وحاستناها لغاية ما تبدأ الشيرة تغلي كده أو تعمل الفقاعات شايفين الفقاعات دي بدأت تكبر طبعا الفقاعات ححرك كده بالجوانب أو الأطراف لو في سكر أو كده ينزل عشان بعد ما يخرس بعد ما اتأكدت إنه خلاص السكر كله داب وبيكت عندي شيرة تغييلة شديد كده زي ما شايفينها بعد كده حضيف لبن البودرة وحبدا أحرك لازم طبعا التحريك يكون بصورة ومستمرة وسريع بعد كده حضيف الزبدة وهحرك سريع عشان طبعا زي ما قلت لكم السواء الأنمسة طبعا بسيطة شيئة فسريع بتحرك بعد كده طبعا حضيف البيكربونات وحضيف الملح وحضيف لون الطعام طبعا لازم نكون الحلة تكون كبيرة شوي عشان لو حصل فوران ولا كده البيكربونات بتفور بعدين ححرك عشان لون الطعام كمان برضو يديني اللون اللي أنا عايزاه طبعا ممكن تضيفوا أي لون أصفر أحمر برتغال أي لون أنت بتفضلوا وضيفوا بعد كده حضيف الفول السوداني المحمص حبدأ كمان نحرك بعد كده حضيف الدقيق وحبدأ حرك طبعا لازم نحرك زي ما قلت لكم بسرعة وبيسورة مستمرة ما حنوقف تحريك تاني بعد كده لغاية ما الدقيق كله يدوب وكله يستيقع معي تمام حوالي دقيقة كده أو أقل بس بيكون الحلاوة بتاعتي بتكون جاهزة بعد كده طبعا حاجي هاوضاع الصينية الأنا دهناها زبدة أو المات الأنا عايزة أضع عليها الحلاوة هنزل الحلاوة كله وحضب دلاش الشكل البداعي تمام بعد كده هخلي الحلاوة تبرد شوية كده يعني ما تبرد يعني زي دقيقة أو ثلاث دقائق كده بعد كده حاجة أبدأ شنو حاجة أبدأ قطيعها خلوه تبرد شوية عشان تتقطع معانا بشكل جميل أنا أولا طبعا بديت قبل ما بردت يعني ما بردت كويس قطعتها ما قطعت معي بس آه خليتها بردت شوية بعد ذلك قد يتقطع طبعا سكين أدهلها بي شوية زبدة كده ولازم طبعا سكين تكون حادة شوية كده تكون حادة يعني بس قطعت الحلاوة الشكل اللي أنا حباه أول ممكن عايزة برضو استخدم قطعات تقطعوا بيها لو أنتم حبين فبعد كده هنجي للحلاوة النوع الثاني هو طبعا نفسي اللي أقول الحلاوة ديك زاتها بس المغادية شوية مختلفة بس هنا دي بيكون لونة أبيض شوية وحاقول لكم هنا بالمغادير العادية من غير جرامات يعني هي أنا مستطنقلها المغادير مستخدمة بالجرامات عندي تلاتة فناجيل من السكر وعندي عشرة ملاعق كبيرة من الدقيق ملاعق طعام وعندي خمسة ملاعق كبيرة من لبن البودرة وعندي ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة وعندي هنا رشة بيكربونسودة ورشة مليح بس طبعا زي ما قلت لكم المغادير دي أنا مستخدمة بالجرامات يعني كلها وزنها بالجرامات نفس المغادير الأولى زعت بس هنا اللبن أنا زايداه يعني عشرين جرام وعندي هنا تمانية ملاعق كبيرة من الموية أو سي ما قلت لكم يعادل خمسين جرام من الموية وعندي هنا فنجال بين الفول المحمص السوداني وعندي هنا السمنة الحيواني مع فرشة سيليكون حاتهم بيا بعدين الفول طبعا ممكن تستخدم أي نوع مكسرات حابين لوز فوزدوق أي حاجة أنتوا بتفضلوا أضيفوها أول حاجة حاجة أعملها حاجة أحمص الدقيق طبعا وممكن ما تحمصو عادي زي ما أنا عملته في أول ما حمصة حاجيب الكسرول الأول حلة حضى عليها السكر حضى عليها الموية بالتمنى أنكم تتسلوا المغادير ده كلها لأنه أنا جربت كم مرة يعني ضفت موية أكتر وقللت سكر حاسيت بأنه لأ طعامها يعني بصراحة زي المديدة فأقل زيادة أو النقصان بتأثر في الحلاء وما حتتظبط معي بسرعة وما بتنشف معي كمان بسرعة برضو كمان ممكن تقلل اللبن ممكن تعملوا هنا ممكن تاخدوا ثلاثة ملاعق لبن ممكن عادي تقللوا كمية اللبن بس خلاص حاجين طبعا زي الخطوات الأولى كلها حاجين طبعا بلاستي كراب بشوية زبدة أو سمنة بعد كده طبعا حضع الشيرة على النار وحاستنى الشيرة لغاية ما تبدأ تغلى الشيرة وتتركز بعد كده حضيف لبن البودرة حضيف عليه الملح وبعد ما أضيف الزبدة حضيف عليها حضيف الزبدة بعد كده حضيف الفول السوداني المحمص وحضيف الدقيق طبعا الخطوات زي ما قلتكم لازم تكون بسرعة لأنه طبعا كمية السوائل أقلة عشان ما تتحرق معاي الحلاوة بس بعد كده حكون طبعا مجهزة دهنة حنزل على البلاستي كراب اللي أنا دهنة وبزمنة حفرشة شايفيننا حتى كده الحلاوة كده كده بدت تجيب معاي سريع بس أنا عايزة أعمل شكل بتاع يعني كون شكل استواني كده أو شكل استواني كده فحليفها رول كده بعد كده خلاص حخليها تنشف شوي كده وبعد كده حاجة أدى أقطع الشكل اللي أنا حباه قطعتها زي ما قلت لكم شكل استواني كده أو شكل رولات كده بس خلاص كده طبعا حلاوة بتكون جاهزة للتقديم شايفين شكلها جميل كيف وحلو كيف طبعا ممكن تضيفه أي نكا انتو حابين ممكن تضيفه فنيل يا أي حاجة بس أنا حابيت أعملها كده بالطريقة التقليدية الزمان والطعم الجميل بتاع زمان بس شايفين شكلها حلو كيف وهشة على فكرة هشة شديد طبعا لون البنبي ده كله ما تقعد كله ما اللون بيفتح أكثر شايفينها تكيد طبعا من جوه لونة يعني ده بردة شديد لونة فاتح شديد بس هل الله صلح حلاو عم تكون جاهزة للتقديم أتمنى يا رب الطريقة تعجبكم وأتمنى تلتزموا من المغادير ده كلها كده ويا رب الطريقة تعجبكم لو عايقكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا في الغناء وما تنسوا تشاركوا